أهلا بكم متابعي القناة في فيديو جديد في البداية فضلا وليس أمرا كان ما زلتم مشتركتوش في القناة أتفضل بالاشتراك وتفعيل الجرس باش تصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية مش نحكي اليوم على الفنانة مانيلا عمارة اللي مؤخرا شفناها في تجربة جديدة تجربة التنشيط من خلال برنامج جواهبال اللي يتعد على قناة كارتاج بليس البرنامج اللي أثار جاد الويس على السوشال ميديا بعد ما خلف شجار قوي برشا بين مانيلا عمارة والفنان شمس الدين بيشا اللي كان منشط نفس الميسيون في الموسم الفارض والتهم مانيلا إنه هي وراء ترجو من البرنامج بيش تقدموه هي وصل بهم الخلاف إلى تعبيد الكلاشات قوية برشا حتى تتيح لقدر لكن اليوم وفاجأة غير سارة بالمرة للمانيلا عمارة ولمتابعي برنامج جواهبال وبالرغم من إنه برنامج ما زال في بداية حلقاته حقق نجاح باهر ونسب مشاهدة عالية جدا إلا أنه وقع ترد مانيلا عمارة والتخلي عن برنامج جواهبال نهائيا من إدارة القناة لكن السؤال المطروحة لأنه إيقاف برنامج مانيلا عمارة في علاقة بالخلاف اللي بينها وبين الفنين شمس الدين بيشا أو أنه في علاقة بالأزمة اللي تمر بها قناة كرتاج بليس وبعد التحاقد مع شركة كاكتيس بروت انهيار الشركة وإيقاف كل البرامج اللي مينتاج الشركة فخيرة القناة التخلي على برنامج جواهبال للمانيلا عمارة وتعوذ ببرنامج آخر من البرامج اليوقاع إيقافها